اشتركوا في القناة حالتنا النهاردة بإذن الله تعالى بنتابع مع بعض موصورة الأفوكاتو وإن شاء الله النهاردة هنعمل زيت الأفوكاتو بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا هنتابع الخطوات لحد ما نوصل للمرحلة اللي احنا شايفينها دي ادي زيت الأفوكاتو بعد ما عملناها زي ما احنا شايفين في بعض التراصبات اللي بعد ما عصرناها و ادي زيت ماء للاغضرار زي ما احنا شايفين في البرتمان احنا لسه مصفيين الزيت وهنتابع ان شاء الله وممكن نحطه في التلاجة لحد ما تبقى عاملة طبقة عزلة ما بين الزيت السائل دون يتجمد والطبقة اللي هي اسفل زي المرتا دي اللي احنا شايفينها كده لزي ما تبقى في السام نبدأ نعزلها عن بعض ديها لكن احنا في المجمل العام احنا شايفين ان زيت الافوكاتو مال للاغضرار ودي العجينة اللي هي بتاعة قلب الافوكاتو لما سبناها الفترة الزمنية الافتراضية لحد ما توصل لمرحلة العصر وفي ملحوظة ان شاء الله وإحنا بنعملها هنقولها بإذن الله تعالى وإحنا بنعصر السمار او قلب الافوكاتو بعد ما نشف وجف في مراحل بيمر بيها الافوكاتو لحد ما يوصل للمرحلة اللي احنا شايفينها دي احنا النهاردة هنعمله بترأسها لزي ما قلنا وبسيطة انا الوقت حطها في البرتمان لاني بعد ما صارته حطيت كل الكمية هعمل خطوة تانية ان شاء الله بس في فيديو تاني هنبدأ نعزل الزيت عن الشوائب اللي هي نزلة من القلب لاي السمار الافوكاتو لحد ما نشوفه ان شاء الله طبعا التجربة دي احنا بنعملها مع بعض الاول مرة فاحنا بنمشي الخطوة خطوة مع كل تجربة بنعملها ولو في جديد في التجربة طبعا لازم نقول عليها ان شاء الله عشان نبقى عاملين حسابنا واحنا بنعمل اي تجربة لأي نوع من انواع الزيوت نبقى ان شاء الله بنكتسب خبرة متواضعة بامر اللي هي تعالى زي ما قلت في سياق الحلقة هيبقى فيه خطوة مهمة جدا هنقول عليها واحنا بنعملها لان لما جيت اعمل بالطريقة التقليدية اللي عصره ما نفعتش خالص ففيه خطوة ربنا سمعت على الهمني بيها فانا حطيت اه قليل من الماء هنشوفها في الخطوات باذن الله تعالى عشان بس احل المنتج اللي عندي اللي نشوف ويبدأ يديني الزيت زي ما احنا شايفين احنا هنتابع مع بعض الخطوات وهنشوف باذن الله تعالى المكونات اللي عندنا طريقة سهلة جدا وبسيطة جدا قبل ما نبدأ اول فقرة لينا المعجون اللي تلع عندي ده من الافوكاتو انا مش هرمي انا هدخله ان شاء الله فيه الصبون بطريقة سهلة جدا وبسطة جدا وبرده زيت الافوكاتو دول هندخله فيه الصبون الكمية المتواضرة احنا شايفينها احنا كنا جايبين اربع سمار حوالي كيلو فطبعا بالنسبة ليه الكمية احنا بنجرب التجربة زي ما بنقول اول مرة لما بتنجح مع امر الله تعالى بنقدر بامر الله نقدر الكمية ونقرر التجربة اكتر من مرة وهنبدأ مع بعض ان شاء الله نتابع الخطوات والمأدير وتعالوا مع بعض الخطوة الجاية ان شاء الله ورجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ في الفقرة الاولى هنتكلم عن الخطوات اللي هنصنع فيها بامر الله تعالى زيت الافوكاتو بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا احنا قلنا شرطة اساسي عشان اصنع زيت الافوكاتو في البيت تكون عندي السمار مستوية لاعلى درجة زي ما القلب بتاع سمار الافوكاتو حطيته في سنية سلسطين زي ما احنا شايفين لو احنا بصينا على المنتج بتاعنا اه بيحتوي على لمعة اللمعة دي هي عبارة عن المادة الدهنية او المادة الزيتية اللي بتحتوي عليها سمار الافوكاتو اللي من خلالها تتم في مراحل معينة هنتبعها كل مرحلة هتنقل لمرحلة تانية زيت الافوكاتو بيختلف عن الزيوت اللي احنا بنعملها في البيت او اللي بتتعمل في العسارة اه سواء زيت جوز الهند او زيت الزيتون بيختلف تماما انا عندي هنا القلب بتاع سمار زيت نفسه اللي هو زي الكوسة او زي الخيار او بيبقى طري جدا جدا كل ما بسيبه زي ما قلنا بيستوي بيديني نتيجة افضل بازن الله تعالى بيطلع لونها زي ما احنا شايفين اللون الاخضر الفزوء البسيط ده الرائع اه ممكن في ناس بتضربوا في الخلاط الماء قليل من الماء عشان بيبقى عمز البطاطس المهروسة وكل ما هيكون طريق اكتر بيفردوه على صواني لحد ما ينشف حوالي ثلاثة اربعة ايام في في الشمس لو الجو حر وبياخد فترة اطول لو في الشتاء انا حطيته في سنية سلستين مفيش جاعة اضربه لان المكونات عندي طرية فانا هحطه زي ما هو كده احنا بنعمل تجربة الاول مرة فبنمشي كل خطواتها اه خطوة بخطوة عشان نشوف بانتباحها او بنعمل تحليل بسيط للمنتج هيبقى شكله ايه لما يجي تطور معايا عشان ان شاء الله لما اجي مرة تانية بامر الله تعالى قررت او ربنا ازن ان انا اعمل زيت او اعمل اي منتج بابقى عارفة الخطوات اللي انا مشيها انا هحطه في التلاجة التلاجة هيكون في جو رتوبة جو رتوبة دوا هيعمل لي على عملية اه المنتج عندي يبدأ يتهري اكتر يسوي اكتر زي ما احنا شايفين انا في الفيديو اللي فات انا حطيت السمار فيه التلاجة او سبته في درجة الغرفة العادية فيه رتوبة باللستريتش زي ما شفناها وكل ما استوت اكتر كل ما كانت النتيجة افضل وزي ما شفنا البزرة سبحان الله اللي كان فيها نمو هنا ورضو انا هحطه فيه التلاجة لحد ما يبدأ يتطور وهنا بنمشي معاه خطوة بخطوة احنا اول مرة نعمل زيت الافوكاتو فاحنا هنمشي خطوة بخطوة كل خطوة هتعدي علينا في عميل زيت الافوكاتو هتكون بالنسبة لنا زي توسيك الخطوة الاولى شكلها ايه والخطوة الثانية شكلها ايه لحد ما نوصل لاول فقرة لنا او المقدمة نطلع باذن الله تعالى زيت الافوكاتو ادي اول شكل لزيت الافوكاتو اللون الفزوق الفاتح وكل المكونات عندي مليانة دهون ومليانة مادة زيتية زي ما احنا شايفين انا هحطها في التلاجة هسيبها حوالي 3 اربعة يام انا طبعا هتبحها لحد ما تبدأ نشوف الخطوة الجاية وهنبدأ ان شاء الله نحطها في التلاجة ونرجع مع بعض الخطوة الجاية ان شاء الله ورجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ ان شاء الله في الفقرات القادمة هنتابع مع بعض مراحل جفاف السمار الافوكاتو اهم حاجة عندي ان السمار الافوكاتو نبدأ نخليها تمر بمراحل جفاف عشان نبدأ ان شاء الله نعصرها زي ما قلت في المقدمة مختلف تماما عن زيت جوز الهند مختلف تماما عن زيت الزتون انا عندي هنا القلب بحطه زي ما احنا شايفين حطيته في التلاجة لمدة اسبوع بعد معدل اسبوع وصل للشكل الزيتي اللي احنا شايفينه ده المادة الدهنية اللمعاني اللي فيها ده ينواضح ان هو متركز في المادة الدهنية انا بتابعه تلات اربع مرات في اليوم لان عندي السطح بيغمق لكن القلب جوه بيكون اغضر فانا بقلب الكل الكمية من فوق لتحت عشان ان شاء الله كل عملية الجفاف تتم في كل المكونات ببدأ قلبه زي ما بنقلب التحينة او صلات الزبادي لان بيبقى عندي السطح كله غامق وتحت كله فاتح هنبدأ بقى ان شاء الله انتابع المراحل هنتابع المرحلة او الخطوة الجاية اللي هتمر عليها اسبوع الخطوة الجاية ان شاء الله ورجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم زي ما احنا شايفين عد اصبوع كمان على المكونات عندي وصل للمرحلة اللي احنا شايفينها دي كل المكون عندي اغمق فيه نقطة كده في النص نقطتين واضح ان هي لسه طرية لسه برضو فتحة عن بقية المكونات زي ما انه سبحان الله الاول مرحلة كان لون الاخضر الفاتح بعد كده بقى لون الزيتي هيتحول لي اللون الزيتي اللي ما اللي اللون البني زيتي غامق جدا اه كل ما بيجف كل ما بتركز عندي المادة الدهنية او الزيوت اللي في المكون اللي عندي لو احنا بصينا كده زي ما احنا شايفين في الحتة القطع الصغيرة اللي في الحواف دي كلها مليانة زيوت انا حتى لما قلبت المكونات عندي التحت طبعا هنحطها على كيس نيلون كل المكونات عندي مليانة زيوت بس مش هينفع في المرحلة دي ان انا ابدأ اعصره لازم يتم عندي كله ينشف تماما اه كل ما بقلب زي ما احنا شايفين فيه لسه بعد الحتة الفتحة اللي احنا شايفينها لسه هي في النص فتحة فلازم كل المكونات عندي تجف لانه كل ما بتجف كل ما بتركز عندي المادة الدهنية والمادة الزيتية اه اسهل طريقة اللي احنا نحطها اه بنحط كيس نيلون وبفرد المكونات اللي عندي كل مرحلة من المراحل دي بيكون عدة حوالي اسبوع عليها زي ما قلنا احنا مشين تجربة خطوة بخطوة مش مستعجلين عايزين نتابع او زي ما بنقول ايه احنا بندرس كل مرحلة شكلها ايه الشكل العام للمنتج عندي ايه اللون بتاعه الملمس بتاع المكونات اللي عندي ايه هي الخطوات عشان ان شاء الله لما اجي اعمل المنتج المرة الجاية تكون عندي بازن الله تعالى خبرة متوضعة تبقى الخطوات مشيها صح لان احنا كده مشيين شايفين اه كان اغضر بعد كده زيتي بيبدأ يغمأ زي ما احنا شايفين شايفين الحتة اللي فوق القطعة اللي احنا شايفينا دي فية حتة بتلمع كلها مليانة زيود. لما بقلب حتى القرس اللي احنا عاملينه دون بقلبه كله مليان زيت اا كاني مسلا حطها تحته زيت زي ما احنا شايفين بيلمع ازاي. بس لسه برضو في قطعة ما جفتش في النص. لازم كله يجفتم تماما. شايفين ادي بقلبه hoo. فية حتة زي ما احنا شايفينا في الحرف لسه فتحة عن بقية المكون لازم اتأكد ان كله جف تماما شايفين ادي الزيت واضح جدا على المكونات اللي عندي اه طبعا زي ما بقول كل مرحلة بتاخد حوالي اسبوع في التلاجة مع المتابعة المستمرة هنحط كمان المكونات التاني في التلاجة ونستنى ان شاء الله اسبوع ونرجع مع بعض الخطوة الجاية ان شاء الله ورجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم زي ما احنا شايفين عد اصبوع كمان على المكونات اللي عندي كل ما بيجف في المكون عندي كل ما بتطلع المادة الزيتية والدهونية بتكون متركزة لو احنا بصينا في الطبق الابيض وغاضح جدا جدا الزيت اهو موجود مكان الحتة او القطع اللي انا رفعها فوق القرس اللي احنا شايفينه يبقى انا عندي هنا لازم اتأكد في خطوات احنا ماشيين فيها اول خطوة التقليب المستمر حطها في التلاجة حطها في جو الغرفة العاية دي حطها في المطبخ بقلبه مرتين ثلاثة اربعة في اليوم لحد ما اتأكد ان كل المكونات عندي السطح بيبقى غامق وبلاقي الاسفل او داخل المكون عندي بيبقى لون اغضر لازم اقلبه ليه لان انا لو صفته كده ممكن لقدر الله اه الجزء الداخلي يعفن لازم اتابعه ليه لان في اه مادة سيلة كتيرة جدا او سواء الكتيرة جدا فيه المادة الزيتية واضحة جدا فيه كل المراحل اللي احنا بنقول عليها دي ده عد اسبوع ده حوالي كل مرحلة زي ما قلنا من البداية حوالي اسبوع بين كل مرحلة ومرحلة لحد ما نوصل للمرحلة النهائية ان شاء الله هنرجعوا تاني اسبوع ليه لاني مش كل المكونات عندي او كل محتوى المكون عندي اه نشف اه هي هياخد وقت شوية لا احنا مش مستعجلين لان احنا بنحاول نطلع باذن الله تعالى وبفضل من الله سبحانه وتعالى اولا اخيرا منتج الاعلى درجة من الجودة فالجودة بتاخد وقت وتاخد مجهود بس بعد كده ان شاء الله اذا ربنا اراده ما بنجي نعمل المنتج للمرة التانية بيبقى اسهل عندي كتير تبقى خطواته اسهل بكتير جدا هنحطه تاني اسبوع في التلاجة ونرجع مع بعض الخطوة الجاية ان شاء الله ورجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم في المرحلة دي باذن الله وصلنا للمرحلة اللي احنا ان شاء الله هنبدأ نعصر فيها سمار الافوكاتو وصلت للمرحلة الجافة تماما اتركز عندي الزيوت زي ما احنا شايفين محضرين قطعة الاماشة محضرين طبق او برطمان صغير هنبدأ نعصر فيها لان الكمية صغير لو احنا لاحزنا عندي المكون الطبق مليان آآ قطرات من الزيت لحد هنا والخطوات اللي هي مشي التقليدي العصري الافوكاتو احنا مطلعينه من التلاجة من بدري عشان ياخد درجة حرارة الجو العادي عشان يبقى سهل جدا ان انا ايه اعصر لان انا حطاه حوالي شهر في التلاجة اه بين كل مرحلة ومرحلة اسبوع طب ايه الحل بقى انا جيت اعصره ما ينفعش يتعصر هنعمل ايه بقى دي خطوة مهمة جدا جدا انا حطيته هنا في اه لبانة هحط له ربع كوباية مية بالتدريج انا عايزة بس المكونات عندي تحل عايزة تبقى زي العجينة زي مثلا الحنة ليه لانا بالمنزل احنا شايفينه ده حتى وانا احطه على النار صلب لكن مليان ومركز فيه كمية كبيرة من الزيوت ابدأ احط له ربع كوباية مية بالتدريج وابدأ احوله معي زي ما احنا شايفين بالتدريج اهي احوله العجينة اول ما حطت له المية اتحول لي زي ما احنا شايفين للعجينة انا احط له مية بالتقدير المية نسبة وتناسب يعني انا ممكن تكون ربع كوباية ممكن يكون اكتر على حسب ابتدت اهو احط المية وبتدت اقلب المكونات اللي عندي حوطي النار جدا على نار منخفضة وحطة الصاجة عشان تتبخر المية وتبقى عندي بس كتلة عاملة زي الحنة لو احنا بصينا كده السائل اللي انا حطيته اللي هو المية واضح جدا ان فيه مادة زيتية على المكون اللي عندي زي ما احنا شايفين لو احنا بصينا فيه لمعان ابتدأ يتضح عندي هنا هبدأ بقى اخلي المية تتبخر منها تماما وتبقى عندي عجينة عشان ابدأ تبقى سهلة عندي ان شاء الله ان انا ابدأ اعصره النقطة دي مهمة بأكد عليها لان انا لما عملت المكونات نشف منفشي تعصر معايا دي النحل اللي احنا وصلنا له بفضل الله سبحانه وتعالى ان انا عمله عملية احلال بالمية زي ما احنا شايفين كده هبدأ بقى اطفع عليه ونعصره ونرجع مع بعض للخطوة الجاية ان شاء الله ورجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم هنا عصرنا زيت الافريكاتو زي ما احنا شايفين واضح لونه ميل للون الزيتي ودي العجينة اللي تلعت من القلب بتاع سمار الافريكاتو بعد ما صرتها دي مهمة جدا انا مش هرميها دي كلها مليانة زيوت انا هشالها في الفريزر لان ان شاء الله هعمل منها باذن الله تعالى صبور لو احنا لاحظنا على وش الزيت عامل زي الاشطة بتاعت اللبن المادة الدهنية واضحة جدا دي الشوائب او دي طبعا انا بعصره في مكونات طلع منه من السمار زيت نفسها فعملالي شوائب اسفل الزيت الزيت اهو طافي اعلى البرتمان زي ما احنا شايفين البرتمان ده صغير حوالي مية خمسة وعشرين جرام آآ نصه او ربوحة تقريبا لان عندي كانت كمية صغيرة حوالي كيلو من سمار الافوكاتو فاحنا طلعناها زي ما احنا شايفين زي ما قلنا ده دي العجينة او القلب بتاع سمار الافوكاتو بعد ما عصرناها ده زيت الافوكاتو آآ ان شاء الله هيبقى في فيديو هنتكلم عن فوايد الافوكاتو احنا المكون دوان او العجينة لانه فعلا نعمل زي العجينة طرية جدا هنبدأ ان شاء الله نعمل الصابون وهندخلها بامر الله تعالى في الصابون برضو زيت ده ان شاء الله هندخله ونعمله الصابون باذن الله تعالى دي بقى خلاص كده عندنا فكرة ان احنا زي نعمل الافوكاتو زي ما قلت في خطوات مهمة جدا كانت خطواتنا سهلة جدا انا بطلع القلب الافوكاتو بسيبه بدرجة حرارة الغرفة يجف تلات اربعة ايام او اسبوع على حسب درجة حرارة الجو انا حطيته في التلاجة كل مرحلة خدتلي حوالي اسبوع لحد ما وصل ليه المرحلة الجفة اللي احنا شفناها لما حطيته في الحتة او قطعة القماش عشان عصره الحقيقة ما تعصرش ودي للامانة العلمية بقررها تاني رحت عامل ايه حطيته على النار ربع كوباية من المية او اكتر دي برضو نسبة وتناسب لحد ما ابتدى يحل معايا وابتدى ايه يعمل زي العجينة زي ما احنا شايفين كده بعد كده حطيته في قطعة القماشة ابتدت عصره ابتدى يتعصر معايا زي ما احنا شايفين يعني هو جافه حطيته في القماشة ما كانش فيه قبلية للعصر اطلاقا ما تعصرش الا لما حليته بالمي اه دي عجينة واضح انها شكلها عجينة زي ما احنا شايفين كلها مليانة زيوت يعني انا ممسكتها بايدي مليانة وغنية بالزيوت وبالدهون انا احطها في الفريزر باذن الله تعالى ان شاء الله الفيديو الجاي اه في موسوعة الافوكاتو هنعمل بامر الله تعالى الصابون منها هندخلها بامر الله تعالى اه في الصابون وهنتكلم عنها باذن الله تعالى لو انا مش هعملها للصابون ممكن حطها سمد عضوي باذن الله تعالى في الكمبوست لازدراع بامر الله تعالى ادي الزيت الافوكاتو طالع معايا انا الحقيقة كمان برضو صفيته في قطعة الاماشة تاني الشوائب دي جزء اساسي فيه اه يعني انا افتكرت انها ممكن تكون بقايا العجينة دي وهتبقى فيه فصل ما بينه وبين الزيت لا ده هو زي خل التفاح زي الشوائب اللي تبقى في خل التفاح انا عندي الشوائب دي فيه الزيت مكون اساسي ورئيسي فيه الزيت اه اه اقدر زرعي اه زيتي غامق فعلا رائع رائع ملوش ريحة ولا بس رائع جدا اه بيدهن على الجلد بيتعمل للشعر للبشرة هنبقى ان شاء الله نبحث عنه ونشوف ازاي بتخش فيه التركيبات التجميلية سواء للبشرة او للشعر او للاكل ازاي يستخدم ونبقى نعمل ان شاء الله فيديو عنه بامر الله تعالى عشان نكمل موصولة الافوكاتو عملنا زيت الافوكاتو بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا خدت وقت وخدت مجهود لكنها تستحق هذا الوقت وهذا المجهود عشان نطلع بالنتيجة اللي احنا شايفينها ونبقى عارفين ازاي ان شاء الله لو جينا نعملوا المرة الجاية بامر الله تعالى خطوات تبقى سهلة مراحل وتبقى سهلة وزي ما قلنا اللون رائع جدا ومفيد جدا للبشرة وللشعر وهيبقى فيه فيديو عنه بازن الله تعالى للسابون وعن فوائده ولحد ان شاء الله ما نتقابل فيديو جديد استودعكم الله لازل لتضيع وضيعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة